رحمن الرحيم أهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة نتكلم مع بعض عن أول بيان رسمي من البنك الأهلي وبنك مصر عن شهادات التلاتين في المية وكل التصريحات اللي اسمعناها في الأيام الماضية أنا استنيت لحد ما نشوف إيه اللي يحصل بالضبط كنت سمع التصريح ده من أول يوم الخميس بعد إعلان نتيجة الاجتماع بحوالي ساعة بعد إعلان نتيجة الاجتماع بحوالي ساعة اسمعنا التصريح ده وبعدها بشوية سمعنا تصريحين عندنا تصريح سلبي وتصريحات تصريحات سلبية وتصريحات إيجابية هتكلم مع حضرتكم في الموضوع ده باستفادة وهقول له حضرتكم المفروض نعمل إيه في الأيام اللي جاية أول حاجة سمعنا تصريح من يوم الخميس الساعة 11 بالليل من نائب رئيس البنك الأهلي يحيى أبو الفتوح في تصريح للمصر اليوم وكمان كان بيتكلم نيابة عن البنك مصر وكان بيتكلم عن إنه ما تردد عن شهادات 30% غير صحيح تماما لأنه لا يوجد شهادات 30% ولا حتى 25% في البنك الأهلي في الأيام القادمة ولا حتى في بنك مصر يعني مش بيتكلم بس عن نفسه لا كمان بيتكلم عن بنك مصر طيب كلنا فاكرين من شهرين بعد اجتماع الأخير في 2022 طبعا اللي منكم المتابعين القناة معانا من شهرين بعد الاجتماع بتاع شهر ديسمبر السنة اللي فاتت 2022 الاجتماع الأخير في 2022 طبعا فيه رفع لسعر الفايدة سمعنا بعدها بحوالي أربع ساعات نفس التصريح لكن كان للأستاذ محمد الإتريبي رئيس بنك مصر وتكلم برضو نيابة عن نفسه وعن رئيس بنك الأهلي اتكلم عن الشهادات الجديدة وقال أنه لن يتم إصدار شهادات جديدة بعائد أعلى عما هو في البنوك الآن وكمان قال أنه مش هنشوف شهادات كبيرة في الأيام القادمة لأنه تكلفتها على البنك هتكون عالية جدا ولن يتم رفع الفايدة على أي شهادات الدخارية أو أي شهادات استصمار إلا شهادات الكوريدور اللي هي العائد المتغير وكان في الوقت ده مع لميس الحديدي وبعدها بـ 48 ساعة بالزبط أنا بين الـ 48 ساعة دول عملت حلقتين قلت لحضراتكم أنه هيتم إصدار شهادات في الأيام القادمة لأنه مش من المنطقي إنه زي ما هو وحضرته بيقول هروح أجدد على 16% أو حتى 18% وموجود على فكرة ما كانش فيه حتى كمان 18% كان اللي موجود في الوقت ده أعلى حاجة 16% وكان التضخم المعلن في الوقت ده 28.5% بعدها بـ 48 ساعة بالزبط تم الإعلان عن شهادات وأكيد حضراتكم فاكرين ده وللي واخد باله من حضراتكم دلوقتي في حاجة تانية مختلفة عن اليوم ده في اليوم ده ما كانش فيه أصلاً أي ورق الضغط على البنك وما كانش فيه شهادات هيتم استحطاقها بقيمة 750 مليار جنيه في البنوك زي دلوقتي وطبعاً لازم تكون حضرتك عارف ليه البنك ليه البنك المركزي عمل كده البنك المركزي زود سياسة التشدد النقدي اللي هي رفع الفايدة بس عشان خواطر يحجم التضخم طيب يحجم التضخم وللي مش فاهمها فاهم حضرتكم يعني ايه تضخم تضخم يعني قوة شرائية كبيرة جداً والناس بتشتري بالفلوس اللي معاها الناس معاها فلوس فبتشتري حاجات كتيرة جداً طيب ازاي هو عايز الناس مش يبقى معاها فلوس كتيرة جداً وميبقاش فيه سيولة كبيرة في السوق يتسحب السيولة من السوق علشان خاطر ما تعليش التضخم اللي وصل ل41% تضخم معلن من البنك المركزي وبعد كده هيخلي 750 مليار جنيه ينزلوا السوق في صورة قوة شرائية متخيلين ممكن ساعتها يكون التضخم كام طبعاً حضرتك عارف الكلام ده وكلكم عارفين الكلام ده بقالنا اكتر من حوالي شهرين ثلاثة بنتكلم في الموضوع ده كلكم بقيتوا فاهمين يعني ايه تضخم وفاهمين يعني ايه البنك المركزي بيعمل كده طيب انا طلبة من حضرتكو حاجة هيكون نفسنا طويل شوية في التعامل مع اصحاب الشهادات دي وكمان انا قلت لحضرتكو قبل كده ان البنك عنده مدة شوية وهيطول نفسه شوية معنا لان الشهادات دي السنة اللي فاتت كانت مدتها حوالي ستين يوم يعني قدامه مدة مش اقل من اربعين يوم بقالنا حوالي خمستاشر يوم بتنزل الفلوس في الحسابات بتاعة الموضعين فهيكون معاه مدة شوية انه يطول نفسه شوية عشان خاطر يلحق اخر عميل لشهادة التمنتاشر في المية فياريت احنا تمام نطول نفسنا شوية ونطول بالنا شوية ما تتسرعوش وتقول بسرعة انا هروح اسحب فلوسي من البنك هقول لحضرتك دلوقتي اللي هيسحب فلوسه من البنك ده هتكون خسارته فين بالنسبة للتصريح السلبي زي ما اقول لحضرتك السلبي وهجاوب عليه هقول لحضرتك الايجابي وهجاوب حضرتك عليه في عندنا بقى تصريح ايجابي كان بعدها برضو بحوالي تقريبا 24 ساعة تاني يوم تقريبا يوم الجمعة كان من الدكتور عبد الرحمن شعبان الخبير الاقتصادي قال انه من المتوقع بعد رفع الفايدة اصدار شهادات بعائد ضخم وكمان اكد في تصريحاته للمصر اليوم انه تم رفع الفايدة بالتزامن مع انتهاء شهادات 18% يعني ده مربوط بده وانه لا بديل من اصدار شهادات بعائد مرتفع للسيطرة على التضخم التي هي الهدف الاول لدى البنك المركزي وده الكلام اللي قلتوا حضرتكو في الفقرة اللي فاتت دلوقتي من الفيديو كمان بعد كده ده مش التصريح الاخير بييجي معنا بعد كده تصريح الدكتور فاخري الفقي للي ما يعرفوش الدكتور فاخري الفقي ده مستشار صندوق النقد الدولي سابقا ودلوقتي هو رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لما تسئل عن القادم بعد رفع اسعار الفايدة 2% جاوب برضو وقال انه يوم الاحد القادم ده بقى اقل انه ممكن من المنتظر انه نشوف شهادات واوعية ادخارية محترمة جدا بعائد ضخم يوم الاحد والاثنين القادم طيب نيجي بعد كده بشوف تعليقات كتيرة جدا على قنوات فيديوهات من الزملاء بيقولوا عملاء 18% بيقولوا احنا هنسحب فلوسنا يوم الاحد القادم حضرتك كده بتتسرع جدا 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 ليه نفس حضرتك مش طويل حضرتك بتقول انا هسحب فلوسه واشتري بيها دهب طيب للي هيسحب فلوسه واشتري بيها دهب بقال ما اكتر من 20 يوم بنقول لحضرتك الدهب اسعاره هتزيد بشكل مش منطقي ومش طبيعي طيب لما حضرتك اصلا مش عميل شهادة وحضرتك تقدر تسحب الفلوس وتستغنى عنها مدة سانة احنا قلنا الصفقة ما تقلش عن سانة او سنتين طيب لما حضرتك عندك الاوبشن ده ليه حضرتك انتظرت لحد دلوقتي حضرتك كده اتأخرت شوي طيب في حال لو حضرتك عايز تعمل كده ومصر انه تتسرع بالشكل ده وخلاص ما بقيتش حابب انه تعمل شهادة في البنك هقول لحضرتك انتظر شوية في الايام القادمة لو تم اصدار شهادات هنشوف انخفاض في سعر الدهب مطبس وغنون كده هيعدى عليه الدهب حضرتك ممكن تستغل الفرصة دي وتشتري بيها دهب ده كده لانه حضرتك عادي ممكن تستغنى عن العائد بالنسبة للناس اللي بتاكل من الفلوس دي واكلها وحياتها وشربها معتمد على الفلوس دي معلش هنصبر شوية الحكاية كلها تبقى شهر يعني حضرتك ممكن تتصرف في الفلوس اللي كانت بتيجي لحضرتك كعائد شهري في شهر واحد هو هيكون شهر واحد احنا مش هنشوف انتظار اكتر من كده ومش هننتظر اكتر من كده عميد شهادة وما يقدرش يستغنى عن العائد يبقى حضرتك ملكش بديل اخر بس كمان حب اقول لحضرتكو انه حتى لو لا قدر الله تم اللي بيقوله عنه ده وانا بقول لحضرتكو بنسبة تسعين في المية ده مش هيحصل ومش هيتكرر ابدا 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 التصريح ده يطمننا اكتر ما يقلقنا طيب خلي حتى ما فيه شهادات هتصدر احنا معنا انه ما فيه شهادة تصدر في البنك الاهلي وبنك مص يبقى انا مطلوب مني انه اروح اجدد على 16% طيب انا اروح اجدد على 16% ليه وانا عندي فيه بنوك تانية مدينة 22% و20% عائد شهري انا ايه يضطرني لكده طيب تمام مفيش اي مشكلة حضرتك عايز تسحب فلوسك هتسحب فلوس حضرتك في المطلق طول عمري بقول لحضرتكو البنك اأمن مكان له فلوس حضرتك احنا عندنا حاجتين حضرتك هتسيب الفلوس في البنك هتاخد عليها عائد وممنوع ان حضرتك طبعا تسحب منها على الاقل من 6 شهور فانا بكيف اموري وبقدر يعني ابقى عارف ان انا هيجي لي 1000 جنيه 1000 جنيه 10.000 جنيه حتى 100.000 جنيه فابقى عارف اللي بيجي له 1000 جنيه بيبقى عارف هيعمل حسابه انه هيصرف ال 1000 جنيه واللي بيجي له 100.000 جنيه بيبقى عامل حسابه انه مش هيصرف ازياد من المية 1000 جنيه وكلنا عارفين ده الحاجة التانية انا هاخدهم وحطهم في البيت في الدولاب الدولاب اللي هيسألني وانا بسحب منهم شوية شوية مش هلاقي الفلوس اصلا كمان الدولاب حتى مش هيديني الالف جنيه لو الف جنيه انا اولا بي انا احنا خلاص ما بيناش بنسعى للمكسب احنا بس بنسعى لانه نحافظ على قيمة اموالنا الحاجة التالتة اللي بعد كده انت حضرتك مش عايز تحافظ على قيمة اموالك لو انت مش معايك غير مبلغ على قد العائد اللي بيجي لحضرتك كل شهر انت مش قدامك انه هتحطوهم في البنك وهتاخد عائد عليهم تصرف منه طيب انا مش بحتاج العائد كله هرجع اقول تاني مليون مرة حرام على حضرتك لو هرحت حطتهم كلهم في البنك واخدت عليهم عائد ينزل في حساب التوفير تاخد علي 2.3% ده قلام مش منطقي اطلاقا ولو كان بينفع في السنوات الماضية مش هينفع دلوقتي هننوع استثماراتنا ولازم يكون في استثمارنا جزء من الدهب قلت كتير الكلام ده في الايام الماضية وبقوله تاني وهفضل اقوله هنسيب شهادات على قد العائد اللي محتاجينه بس انا بقول الكلام للناس اللي لسه اول مرة بتشوف الفيديوهات لأول مرة بتدخل القناة المشاهدين بتوعنا احنا او اللي موجودين معانا او المتابعين المستمرين معانا حضرتكو اكيد حفظتوا الكلام ده بس احنا بنقوله للناس الجديدة لازم حضرتك هتخلي في محفظتك الاستثمارية جزء من الدهب على قدر الجزء اللي حضرتك مش بتستخدم العائد بتاعه هكون مع حضرتكو صفة يومية كل تصريح هيصدر كل بيان هنسمعه كل كلام بيتكتب على الصفحات الرسمية للبنوك وكل خبر بيدخل بيطلع من داخل البنك نفسه هقوله لحضرتكو اول باول اتمنى كده يكون الفكرة واضحة بالنسبة لحضرتكو ما تقلقوش هشوفكو في فيديو جديد وخبر جديد فامان الله